بسم الله الرحمن الرحيم اخواني طالبة كلية التمريد ومعهد التمريد بنكمل مع بعض سلسلة المحاضرات الخاصة بالكارديو فاسكولار سيستيم وهناخد في محاضرة النهاردة اللي هي المحاضرة التالتة موضوعين مهمين موضوع بعنوان كاردياك سايكل والموضوع التاني بعنوان الكاردياك اوتبوت ولكن طبعا هناخد معلومات بسيطة جدا وهنبسطها لكم في هذين الموضوعين ومن الكاردياك سايكل هناخد حاجة اسمها الفيرست هارت ساوند والسكن هارت ساوند هنبدأ بالكاردياك سايكل طبعا احنا مش هناخد اي تفاصيل خاصة بالكاردياك سايكل زي ما مندرسها في كلية الطب ولكن هناخد قشور كلام بسيطة عشان نعرف معلومات بسيطة مطلوبة منكم ككلية التمريد ومعهد التمريد اول معلومة يعني اي كاردياك سايكل يعني اي كلمة كاردياك سايكل انتوا عارفين ان دم بيتم بومب اف زي بلد سرو زي هارت الهارت بيعمل بومبينج للبلد عن طريق في حاجة اسمها هارت ريتس نبضات القلب يبعا عندين الهارت ريتس دي اللي هي نبضات القلب اللي بنسميها بيتس اوف زي هارت نبضات القلب البيتس الخاصة بي الهارت كل نبضة من نبضات القلب كل بيت أو كل واحدة من الهارت ريت هي بتكون كاردياك سايكل عبارة عن دورة بيتم فيها سيستول وداياستول الهارت يتعرض للسيستول اللي هو الانقباض والداياستول اللي هو الانبساط وأثناء السيستول الهارت بيعمل بومبينج للبلود توزي بادي للجسم كله وأثناء الداياستول الهارت بيستقبل الدم عبر فيناس ريتيرن الدم القادم من التيشوز عشان يصل للهارت يبقى الكاردياك سايكل كديفينيشن عبارة عن ايه it is a period عبارة عن فترة from the beginning of the one heart beat من بداية الone heart beat to the beginning of the next heart beat يبقى أنا لو قلت دوقتي فيه نبضة في القلب كده تمام دي نبضة قلب ودي نبضة ما بينهم هي دي عبارة عن الكاردياك سايكل دي اللي بينهم اسمها الكاردياك سايكل طيب تمام يبقى نقدر نقول ان الكاردياك سايكل تحتوي على ايه تحتوي على بيريود اسمها الداياستول وتحتوي على بيريود اخرى اسمها السيستول الداياستول لها اسم تاني اسمها ايه اسمها الريلاكسيشن بيريود فترة الايه فترة الريلاكسيشن اثناء ما بيحصل ريلاكسيشن للهارت مصل لعضلة القلب يعني يعني يحصل لها ايه انبساط لعضلة القلب هيحصل الدياستول واثناء ما بيحصل للكاردياك مصل كونتراكشن يعني انقباض هيحصل السيستول تمام يبقى احنا عندنا سيستول ودياستول السيستول يحدث ديورينج ريلاكسيشن في كاردياك مصل يعني انبساط عضلة القلب والسيستول اللي هو الانقباض الخاص بعضلة القلب بيحصل ديورين كونتراكشن اوف زي كاردياك مصل طيب ايه تاني ممكن عايزين نعرفه نعرف ان الهارت ريت معدل نبضات القلب في الدقيقة كلكم عارفين ان الرقم خمسة وسبعين او اتنين وسبعين او سبعين الرينج الخاص بالهارت ريت بتاعنا بيكون من ستين لتسعين ده الرينج اللي هو النورمال اي رقم فيه منتصف هذا الرقم اي رقم ما بين الستين والتسعين يعتبر نورمال طيب احنا المتوسط بتاع نبضات القلب بتاعتنا بيكون خمسة وسبعين ضربة في الدقيقة طيب معنى ذلك ايه؟ معنى ان الضربة الواحدة بتاخد فترة الدقيقة من الدقيقة لو قلنا ان احنا عندنا النبضات خمسة وسبعين والدقيقة ستين ستين سانية يبقى كل النبضة نصيبها الدقيقة من السانية لقينا ان النبضة الواحدة اللي بتشكل الكاردياك سايكل بتشكل اقل من السانية لانا عندنا خمسة وسبعين نبضة في ستين سانية يبقى النبضة بتكون اقل من السانية بتكون تمانية من عشرة من السانية يبقى الكاردياك سايكل الديوريشة بتاعتها بتكون تمانية من عشرة من السانية يبقى المعلومات اللي احنا بنطلع بيها هي كالتالي عدد نبضات القلب في الدقيقة خمسة وسبعين طيب النبضة بقى الواحدة بتكون تمانية من عشرة من السانية طيب دوقتي احنا قلنا ان احنا النبضة فيها سستول وفيها داستول اظن السستول قدد داستول لا الديستول هو اللي فترته بتكون اعلى من السستول لو كان النبضة الواحدة او الهارتبيت ديوريشة بتاعتها تمانية من عشرة من السانية هنلاقي ان السستول نصيبه خمسة من عشرة من السانية والسستول نصيبه خمسة من عشرة من السانية والسستول بيكون نصيبه ثلاثة من عشرة من السانية يبقى مين اللي بيكون الفترة بتاعته اكتر هو الديستول مش السستول طيب يبقى احنا اخدنا معلومات ايه في هذه المحاضرة اخدنا حاجة اسمها الكاردياك مسل الكاردياك سايكل واللي هي بتبدأ من البيجينينج اوف وان هارت بيت توزي بيجينينج اوف وانيكست هارت بيت وقلنا ان الكاردياك سايكل تشمل على سيستول ودياستول سيستول اللي هي فترة الكنتراكشن والدياستول فترة الريلاكسيشن وقلنا ان عدد نبضات القلب في الدقيقة 75 نبضة في الدقيقة فعشان كده النبضة الوحدة بتحصل في اقل من ثانية في حوالي 0.8 من الثانية 8 من الثانية وقلنا ان النبضة الوحدة فيها سيستول ودياستول مين الاكبر السيستول ولا الدياستول الاكبر هو الدياستول يشكل 8 من عشرة من الثانية يشكل كم؟ يشكل 5 من عشرة من الثانية تمام؟ 5 من عشرة من الثانية اما السيستول في شكل 3 من عشرة من الثانية ناخد بعد كده ان بداية كهرباء القلب بتبدأ زي ما خدنا في المحاضرة السابقة بتبدأ في الاس اي نوت الاس اي نوت اللي هو السينو ايتريال نوت ده البيس ميكر الخاص بالهارد هو اللي بيينشيط سبونتينيوس جينوريشن اوف اكشن هو ده اللي بيعمل كهرباء القلب بعد كده تنتقل لالايفي نوت اللي بيحصل فيها ديلي بعد كده تنتقل لالبركنجي فايبرز وتنتقل في النهاية لكل الكاردك مصل اللي بيحصل اثناء الدياس تول الهارد بيكون في الرست وبيصال بلسة بلاي من الكوري периت اثناء الدياس تول وفي فترة الدياس تول بيحصل ليه الفينتريكل بيحصل فينتريكولارفيلينج ان يمتلق الفينتريكل بالبلد عشان يستعد للمرحلة التانية اللي هي مرحلة الس تول طيب ناخد الجزء التاني بقى من محاضرة النهارده الفيرست والسكند هارد ساونز لو جبنا سماعة السماعة الطبية اللي اسمها استيزوسكوب وبدأنا نسمع صوت القلب طبعا احنا بنسمع على صوت القلب أربع أصوات First, Heart Sound, Second, Heart Sound, Seared و Force Actually الفرس ده ما بيسمعش خالص على شخص طبيعي لازم متعلق بالأمرات Seared ممكن نسمعه على الطفل بصعوبة بسماعات خاصة وبصعوبة أما الأصوات اللي بنسمعها بشكل واضح هو First, Heart Sound وال Second, Heart Sound طبعا ايه سبب First, Heart Sound ويهه سبب Second, Heart Sound سبب الصوت اللي بنسمعها للقلب هو الغلق الخاصة بالVolves احنا عندنا سمامات تفصل الاتريا عن الVentricle اللي نسميها Atrio Ventricular Volves وعندنا سمام موجود بيفصل ما بين الRight Atria والRight Ventricle بنسميه Tricuspid Valve واسمام بيفصل ما بين Lift Atrium والLift Ventricle اللي بنسميه الميترال فالف اللي اتنين مع بعض بنسميهم Atrio Ventricular Valve الغلق القلوجر الخاص بالAtrio Ventricular Volves اللي هو الميترال على نحية الشمال والترايكاسبت على نحية اليمين الSudden Closure الغلق المفاجئ ليهم ده بيشكل صوت اسمه First Heart Sound وبيكون في بداية الفنتريكولر سستول في بداية السستول طيب الساكند هارد ساوند ناتج عن ايه برضو غلق الفالفس ولكن توفالفس مختلفين اسمهم سيمي ليونر فالفس هزي التوفالفس موجودين فيهن موجودين ما بين البالموناري والريت فينتريكل وما بين الاورتة الليفت فينتريكل والاورتة بنسميه اورتك فالف وبلموناري فالف الصدين كلوجر الخاص بالبلموناري فالف والاورتك فالف اللي اتنين مع بعض بنسميهم سيمي ليونر فالفس الصدين كلوجر بتاعهم بيعمل الساكند هارد ساوند وده بيحصل امتى؟ بيحصل At the end of ventricular systول طيب ممكن يجي لي سؤال في الامتحان على الجزء اللي انا قلته ده ازاي ممكن اقولك سؤال صح وغلط ان الفيرست هارد ساوند caused by sudden closure of aortic and pulmonary valves صح ولا غلط لا الفيرست caused by sudden closure of mitral and tricuspid valves تاني سؤال ممكن اسأله لك ان الفيرست هارد ساوند occurs at the start of ventricular systول صح ولا غلط اه صح الفيرست هارد ساوند occurs at the start of ventricular systول طيب لو قلتلك ان الساكند هارد ساوند occurs at the start of ventricular systول غلط الساكند هارد ساوند occurs just after the end of ventricular systول امام؟ ممكن يجي لي سؤال في الجزء الخاص بالصفحة الاولى اللي خدناها ان الكاردياك سايكل الساستول زان زا دايستول طبعا غلط في الكاردياك سايكل بيكون الساستول شورتر زان زا دايستول تمام؟ طيب ننتقل بعد كده اللي مقارنة بسيطة بين الفيرست هارد ساوند والساكند هارد ساوند احنا قلنا ان السبب الخاص بالفيرست هارد ساوند هو sudden closure of atri of ventricular valves زي ما انتو شايفين كده في الرسمة ان احنا عندنا هنا valve موجود في الright side اسمه tricuspid valve وvalve هنا اسمه mitral valve لما التو valves دول يقفلوا يعملوا الفيرست هارد ساوند يتميز الفيرست هارد ساوند ان الديوريشان بتاعه بيكون long بيكون long diureشان 0.15 seconds يعني 15 من 100 من الثانية ايضا يتميز الكاركتر الخاصة بالفيرست هارد ساوند بيكون صوت اسمه lab اللي هو بنسميه soft low bitched lab اسمه low bitched الbitش بتاعه بيكون low مش ملاحظين انه بحرف الال long low bitched او lab تمام هيرد في منطقة الميترال اريا والترايكاسبيد اريا يبقى الفيرست هارد ساوند باعرف عنه كم معلومة باعرف عنه اربع معلومات ايه سببه sudden closure خمس معلومات او ايه سببه sudden closure of atrio ventricular valves sudden closure of tricuspid and and a and mitral valve دوريشان بتاعه بيكون ايه كبيرة 15 من 100 من الثانية اه بيكون موجود فين بيكون فيه السستول تمام اه 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 اما second hard sound وبيكون soft low bitched وبيستمع على الميترال والترايكاسبيد اريا second hard sound بقى الاتنين دول مع بعض بنسميهم ايه السيميليونر valve طب الديوريشان بتاعته بتكون اطول ولا اقصر من الفيرستار ساوند بيكون اقصر بتكون 11 من 100 من الثانية الفيزيز بتاعته بنسمعه فين فيه الدياستول الكاراكتر بتاعته من ناحية الصوت احنا قلنا الفيرستار ساوند بيكون لو بيتش الساكندار ساوند بيكون هاي بيتش بيكون اه اه ضب حاجة اسمها ضب هنا لب هنا ضب طيب بنسمعه فين بنسمعه اكيد في الاورتك والبالمونري اريا لان الاورتك فالف والبالمونري فالف هما اللي بيقفلوا فبقى سمعه في الاورتك والبالمونري اريا ننتقل لبعد كده للكاردياك اوتبوت تمام الجزء التاني من محاضرة النهاردة بناخد موضوع اسمه الكاردياك اوتبوت كدفنشن يعني كاردياك اوتبوت ابارة عن volume of blood بامبيد by each ventricle per minute كمية الدم اللي انا بدخها من خلال القلب من خلال الفنتركل الواحد فيه الدقيقة كمية الدم اللي انا بدخها من خلال الفنتركل في دقيقة بنسميها كاردياك اوتبوت طيب طيب كل فنتركل بيحصل له انقباض واثناء الانقباض الانقباض الوحدة البيت الوحدة بيطلع كمية من الدم طب كمية الدم اللي بتطلع من الفنتريكل الواحد في الانقباضة الواحدة بنسميها ايه بنسميها stroke volume تمام يبقى volume of blood bumped by each ventricle bare beat بنسميها stroke volume volume of blood bumped by each ventricle bare beat طيب الheart rate هي عدد ضربات القلب لو انا قلتلك ان كمية الدم اللي بتطلع من الفنتريكل في الضربة الواحدة اسمها stroke volume طيب وعدد ضربات القلب هي عدد النبضات في الدقيقة تقدر تعرف لي كمية الدم اللي بتطلع من القلب في الدقيقة اه هو ده الكاردياك اوتبوت هي كمية الدم اللي بتطلع من القلب في الدقيقة وهي حاصل ضرب كمية الدم اللي بتطلع من الفنتريكل في الضربة الواحدة اللي سمناها stroke volume في عدد الheart rate تمام وده بيعتمد على حاجة اسمها end diastolic volume وend systolic volume ايه حكايتهم انا دهوقتي يا شباب عندي الheart ده شكل الheart مثلا الفنتريكل بتاعنا وهيه هيتميلي بالدم الفنتريكل هيتميلي بكمية من الدم في نهاية ال diastole ال ventricle بيكون مليان بالدم بعد كده اثناء السستول ال ventricle بيكون فيه دم قليل هل اثناء السستول ال ventricle بيبقى فاضي لا بيبقى فيه دم قليل كمية الدم الموجودة في الهارت ديورينج ديورينج او after the diastole في نهاية ال diastole بتكون بنسميها end diastolic volume دي كمية الدم الموجودة في الهارت في نهاية ال diastole اسمها end diastolic volume اللي هي قد ايه حوالي 130 مليليتر 130 مليليتر طيب بعد ما الدم ما الفنتريكل بيحصل له انقباط contraction هل بيفضل خالص لا ما بيفضلش بيفضل فيه كمية من الدم بنسميها end systolic volume اللي هي كميةها ايه اللي هي 60 مليليتر يبقى الدم كان فيه 130 اسمها end diastolic في ال diastole وبقى فيه 60 في نهاية السستول يبقى كمية الدم اللي حصل ضخ ليها اللي هي stroke volume تبقى كام 130 اطرح منها 60 هتكون 70 مليليتر دي اسمها ايه اسمها سامعكم بتقوله stroke volume يبقى هي يعني ايه stroke volume هي حاصل طرح كمية الدم الموجودة في الهارت add the end of diastole اللي سمناها end diastolic volume بطرح منها كمية الدم الموجودة بعد ما حصل بقى contraction والدم طلع برا تبقى كمية الدم اسمها end systolic volume يبقى الدم للضخ قد ايه ده اسمه stroke volume يبقى stroke volume equal the end diastolic volume مطروح منه ال end systolic volume اللي هو at rest بيكون حوالي الرقم اللي احنا قلناه 70 مليليتر يبقى الكاردياك اوت بط في الشخص الطبيعي equal a بيساوي stroke volume كمية الدم في الضربة الوحدة اللي تضخم الفنتركل في الضربة الوحدة في الهارت ريت عدد الضربات في القلب عدد الضربات قلناه مثلا ممكن تبقى 70 مضروبة في stroke volume stroke volume sorry stroke volume stroke volume stroke volume ده هيكون كام 70 مليليتر 70 مضروبة في 70 تبقى حوالي 4900 مليليتر اللي هي حوالي 5 لتر يبقى القلب بتاعنا بيضخ في الدقيقة الوحدة كمية دم في الشخص الأضلت بيرسون كمية دم مقدارها 5 لتر في الدقيقة الوحدة تمام ناخد definition تاني اسمه venus return يعني venus return venus return عبارة عن volume of blood that return from body to the heart in one minute كمية الدم اللي بترجع للقلب في دقيقة واحدة اسمها venus return تمام كمية الدم اللي بترجع للقلب للقلب في دقيقة اسمها venus return وأظن إن هذه الكمية اللي هي venus return هي هي نفس الكمية اللي هتطلع من القلب اللي هي الكاردياك أو تبوت بعد كده في تعريف تاني اسمه pre-loat يعني إيه pre-loat الهارت ده عبارة عن عضلة عضلة قوية cardiac muscle أول ما بينزل فيها كمية من الدم أثناء الدياستول بتتميليه بالدم أثناء الدياستول مالية الهارت بإيه مالية الهارت بإيه بكمية من الدم أصبح الهارت كده مليان بالدم سمينا الدم اللي موجود في الهارت في نهاية الدياستول اسمه end diastolic volume ده كمية الدم اللي موجودة في الهارت أفطر زي داستول اسمه end diastolic volume هذه الكمية بقى لما بتنزل في الهارت كده بتعمل stretch للكاردياك مصل بتعمل stretch لإيه للكاردياك مصل بتعمل لها stretch 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 كل ما زاد ال stretch والpre-loat سمناه pre-loat بيخلي الهارت عنده القدرة إنه ينقبض بقوة يبقى زيادة الpre-loat بيزود الفورس of cardiac muscle contraction ايه هو الpre-loat ده؟ هي عبارة عن كمية الدم اللي بتعمل stretch للكاردياك مصل wall after the diastole ده اسمه pre-loat ودي حاجة مفيدة لإنه بيتحضر عضلة القلب للإنقباض بقوة لأن هذا ال stretch هذه العضلات زي حاجة elastic كده شدتها نتيجة ال stretch فتنقبض بقوة نتيجة الpre-loat في بقى حاجة تانية هناخدها بقى ما هي العوامل factors affecting الكاردياك أوتبوت ما هي العوامل التي تؤثر على الكاردياك أوتبوت؟ في عوامل تزود الكاردياك أوتبوت كمية الدم اللي بتضخي في الدم بتضخي من القلب في المينت في المنوان فنتريكل في حاجات بتزودها وحاجات بتقللها إيه الحاجات اللي بتزود الكاردياك أوتبوت؟ لو واحد تتعرض لأنكزايتي أنكزايتي يعني قلق أو إكسايتمنت أو واحد أصاره الكاردياك أوتبوت هيزيد تمام؟ الأكل وأنت بتأكل محتاج دم كتير يصل للتيشوز عشان يتعمل امتصاص وكده فالكاردياك أوتبوت بيزيد الإكسارسايس الرياضة بتزود أيضا الكاردياك أوتبوت ارتفاع درجة الحرارة يزود الكاردياك أوتبوت البريجنانسي اللي هي الحملة بيزود أيضا الكاردياك أوتبوت طيب إيه الحاجات اللي بتقلل الكاردياك أوتبوت؟ الحاجات اللي بتقلل الكاردياك أوتبوت أثناء الستاندينج لما بتقف كده الدم بينزل فريجلك فطبعا عند فيه فالبس بترفع الدم مرة تانية بس بيقل الكاردياك أوتبوت يعني وزين لمت بكميات بسيطة طبعا جسمنا بيتغلب على هذه المشكلة بالcontraction of cuff muscles ويرجع الدم مرة أخرى عشان كده وانت بتقف ما تقفش فجأة لانك لو قفت فجأة ممكن يحصل لك فينتنج تتوخ لان كمية الدم بتنزل في الرجلين وكمية الدم اللي راحة للبرين بتقل الستنج الاعاد ايضا بيقل الكمية الكاردياك اوتبوت واكتر حاجة اتقرر الlying position لما تدعم يقل الكاردياك اوتبوت لو واحد عنده الرزمية يعني ايه نبضات القلب غير منتظمة في رابد الرزمية ده بيقلل الكاردياك اوتبوت الهارت الديزيز لو واحد عنده مشكلة في القلب القلب مش هيقدر يضخ فالكاردياك اوتبوت بيكون قليل واقل من الطبيعي بنختم حاضرة النهار ده بحاجة اسمها افترلود حاجة مش كويسة ده عبارة عن الريزيستنس اللي بيقابلها الهارت ديورين كونتراكشن اثناء ما القلب بينقابل بيقابل بيقابل مقاومة المقاومة جاية منين جاية من الارتيريال بلد بريشر الضغط بتاعك تب انت في الضغط الطبيعي المقاومة بتكون بقبولة والقلب بيقدر يقوم بوظيفته بشكل طبيعي ويحصل كونتراكشن بشكل طبيعي ولكن لو حصل ان الضغط بتاعك كان عالي الارتيريال بلد بريشر عالي هل ضخ الدم بيكون سهل بيكون صعب لأنه هيضخ عبر high pressure فيصبح الفنتريكل غير قادر أنه هو يضخ الدم بشكل طبيعي يبدأ يتغلب على هذه المشكلة أنه يعمل ventricular enlargement يكبر نفسه شوية عشان يقدر يضخ الدم عشان يبقى equivalent عشان يبقى مساوي للأورتك بريشر تمام وأيضا الضخ من ناحية الريت لازم يكون أعلى من البلموندر بريشر عشان الدم يعدي بدون أي resistance عشان كده الناس اللي عندهم الارتيري بريشر عالي الناس مرضى الضغط اللي عندهم hyper tension بيكون عندهم مشكلة في الكاردياك أوتبوت بيتأثر قوي لأن الافتر لوت الريزيستنس بيزيد ولما الريزيستنس زيد الكاردياك أوتبوت بيقل نتيجة الهايبر تينشن أو زيادة أو الارتفاع الخاص بضغط الدم أيضا الناس اللي عندهم ديء في الشرايين البلموندر أرتري في ستينوزيس أو الاورتك آرتري في ستينوزيس إذن الدم هو بيضخ عبر البلموندر أرتري أو عبر الاورتك آرتري عبر البلموندر في البلموندر سيركوليشن أو عبر الاورتك في السيستيبيك سيركوليشن هيقابل مشكلة وهيقلب دوره الكاردياك أوتبوت أيضا لو فيه فنتريكولر مصر لو فيه عندنا مشكلة في الفنتريكول إنه فيه هارف فيليار أو فيه اسكيميا ده أيضا بيؤثر على الكاردياك أوتبوت يبقى البريلوت كان كويس لو زاد بيزود موزين ليمت طبعا التفاصيل دي مش عليكم وبيزود بتاع العضلة أما لما زيد بتقلل الكاردياك أوتبوت بكده نكون انتهينا بمحاضرة بسيطة تكلمنا فيها بشكل مختصر عن بعض التعريفات الخاصة بالكاردياك سايكل والفيرست والسكند هارت ساونز وبدأنا نتكلم عن الكاردياك أوتبوت كتعريف هو حصل ضرب الستروك فوليوم في الهارت ريت تكلمنا عن الستروك فوليوم وتكلمت عن الفاكتورز أفكتينج كاردياك أوتبوت وجبنا سيرة الفيناس ريتيرن اللي هو الدم العائد إلى القلب وجبنا سيرة حاجة اسمها البريلود وحاجة تانية اسمها الافترلود ان شاء الله نكمل مع بعض المحاضرة القادمة تكون المحاضرة الأخيرة في الكارديوفسكولر سيستيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته